مرحبا بكم جديد وبرحب الشيخ احمد عبدالنمع مضيف في مزيدا من الحب لحدث عن هذه الايام الفاضلة كيف تعيشها الوسرة مرحبا بك شيخ احمد صحيح مرحبا بكم حياكم الله وبرك الله فيكم ونسأل الله يتقبل منا ومنكم ومن كل المشاهدين والمشاهدات هذه الايام والاعمل الصالحة فيها اللهم امين ان شاء الله شخ احمد انحاء سعدين جدا بطلتك البهية معنا عبر فقرة مزيدا من الحب وخصوصية هذه الايام الفاضلة كمدخل للحوار حقيقة لا نتكلم عن شيء اربطه بهذه الايام وهي ما يتعلق بالتميز والتفاضل الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل بينهم تفاضل خلق السماوات جعل افضلها السابعة وخلق الانسان وجعل افضلهم الانبياء وخلق الانبياء وجعل افضلهم الخمسة اولي العزم وافضل الخمسة نبينا صلى الله عليه وسلم خلق البقاع جعل افضلها المساجد وفي المساجد افضلها بيت الله الحرام خلق الزمان وجعل هناك ازمان فاضلة منها هذه العشرة ولذلك المتأمل في هذا الكون في سنن الله سبحانه وتعالى يجد حقيقة أنه التميز هذا سنة ولابد للناس أن يتميز والتنافس في كتاب الله سبحانه وتعالى منتشر مبسوط والإنسان يحب أن يتميز على غيره وإحنا عندنا في البرامج العادية في الأسرة في أيام تميز عن غيرها يعني أيام الزواج مثلا لو فيه وحد دايلي يتزوج في البيت هذه الأيام تكون تميزة يجو الأسرة والناس اجتمعوا وكذلك إذا كان في مناسبة وضوع أو حتى ختان طيب في أيام أيضا ينبغي أن نتميز فيها في صلة الرحيم في الانبساط الفرح يعني ما يكون الإنسان كئيب في مثل هذه الأيام فالأسرة تعيش أياما فيها سعادة ولا شك أن هذه أفضل أيام السعادة فلابد من رب الأسرة أن يغرس هذا في الأسرة أنه إذا أقبلت مثلا العشر أن يكون قبل هذا الإقبال قبل أن تدخل العشر أن يكون هناك تمهيد بالتحبيب في الطاعة كذا حتى ممكن الناس يضعوا جدول يعني لازم يبين الأب لأبنائي أنهم لازم يتميزوا في هذه الأيام يتميزوا بزيادة العبادة زيادة الصلاة يتميزوا ببر الوالدين يتميزوا بحسن الخلق يتميزوا بالإهداء والإنفاق يا سلام أنت تهدي الأخوك وأخوك يهدي لك أنت تهدي أخوك حاجة أقوب يتميزوا بالإيثار بالوفاء يعني هذه مسائل تجعل عليها حوافز إذا كان الأولاد صغار تجعل عليها حوافز طبعا ممكن تكون الحوافز العيدية ذات يعني عيدية تكون كويسة أحرص درجات كبيرة هذه أسرة إذا عاشت بهذه الطريقة ستعظم شعائر الله سبحانه وتعالى كما أن نعظم يوم العرس ويوم الحفلة والغنى والرحلة والطلعة نعظم هذه الأيام تبقى هذه أخواننا نعمل التربية تنعكس على تنعكس على سلوك الأفراد في الأسرة طيب للوالد دور أنه الأبناء معظمهم بيهتموا بعيد الميلات يعني اليوم اللي هو بيكون مثلا ويلدوه فيه بينتظره من سنة لأسنة وقد يجي إحساسه باليوم ده يفوق إحساسه بالعيد بالمناسبات الكبيرة أكيد للأبو دور فيه أنه ينشأ الأبناء على الإحساس بالمناسبات اللي بتستحق بنها شرعية أنه يحسها ويعيشها زي ما ذكرتك من الشيء شوف عيد الميلات بيهيئوا له من بدري هو الحاجة يكونوا حافظين التاريخ ده عيد الميلات يوم كده الحاجة الثانية أي زول بيجهز قروش لأن يشتري هدية بعدين البيت ذاته أول يوم العيد لو واحد زعلان قلت زعلان ليل عيد ميلات فلان تزعل كيف الليل يعني يعيشوا فرحة حقيقية صحيح وفاحدين ده ما عنده علاقة طبعا ما عنده أجور في الآخرة ولا عنده حاجة فلكنت عظم شعائر الله بهذه الطريقة وخلي الموضوع أريحي يعني كثير من الناس بيخاف من العبادات كيف الكرام ده لما نيجي المسجد ويقول لك دخلت العشر ونمسع صام تسعة يوم في العشر بشي الهم الصيام تسعة يوم اغرى ممان مارسة مش ها بشي الهم يقول لي أخي كتر من الركعات أذكر الله المعاصي في هذه الأيام مشكلة فالإنسان اللي عنده معاصي صامت عالي اعتاد عليها وكسلام من الطاعة بتجيه رغبة من هذه الأيام لذلك يتعامل معاه بتنشنة ما فرحان أرفت كيف بعقس انت لما تبسط له الموضوع وانخ الأعمال الصالحة يعني الله سبحانه وتعالى ما جعلها يعني شيئا واحدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في حديث عبد الله بن عمر جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وانخ الأقل وانخ الأذكر لا انفاق موجود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس إذن هذا عمل جليل وانتنفع الآخرين يعني يا أولاد أطلعوا نبضي فخو كدام جيرانا مهول بيوت جن بعض تنفع الناس نذكر لهم الحديث بعد ما تنتهي أنت أحب الناس إلى الله انفع جيرانا هذا ما عمل صالح سهل ضرور الزور يصوم يعني هذا ما عمل صالح يعني كذلك يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان قد تكون جزء من حياته ما يشعر تفتقر إلى النية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم سرور طيب بماذا تدخل السرور على مسلم يا أخي ممكن بالمزاح الذي ليس فيه حرمة انت لقيت الزلم تنشي يقول تلك المضحك هذا دخلت عليهم السرور هذا احتسب الأجر عند الله بعض العلماء ذكروا أنه من وسائل الدعواء المزاح وذكروا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مزاحه مع نسائه مزاحه من المرأة العجوز الذي قالها لا تدخل الجنة عجوز مزاحه مع الشاب الذي جاء قال يا رسول الله احملني قال أحملك على ولد الناقة فقال كيف يعني ولد الناقة قال وما الجمله إلا ولد الناقة وهذا مزاح من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمازح زاهر بن حرام وكان يمازح يعني الصحابة وثبت أن علي رضي الله عنه كان كثيرا مزاحة يعني هذه المسائل بحسب يعني ما تكون طوالي كذا فهذه المسائل إذا أدخلت السرور على الإنسان يخي هذا عمل صالح منصوص عليه في الحديث كذلك من الأعمال الصالحة التي يقوم بها نستبسمك في وجه أخيك صدق ممكن أن ينزل بكم بيتبسم لكن ما محتسب الأجر عطا فهذه المسائل لو توجهت الإنسان يجني حسنات كثيرة جدا بعد ذلك يصبح له الصيام مسألة سهلة قيام الليل قراءة القرآن ختم القرآن تأتي هذه اتباعا بعد أن يحب هذه الأيام ويحب فيها العمل الصالح وينتظرها الصغير ينتظر الحوافز التي فيها ينتظر العمل الجماعي فيه مشاركة وفيه تنافس داخل البيت ودار يتميز زي ما أن ربنا سبحانه تعالى فاضل وميز ودار يتميز وهذه شيء مغروس في الإنسان طيب عبد الرحمن لو سمحتني لو رجعنا ويري شوية كده شيخ عمد عبد الرحمن لو كدك ما كان موجود بتكلم عن يعني حساس العيد ذاته كان مختلف الوسر كان بيدعيش العيد بشكل مختلف والاختلاف ده بعد ذاك العيدية اللي تذكرت هذه ما أعظم غيرته موجودة لهذه عبد الرحمن تدق عيدية في البدر؟ لا لا كبرت خلال الموضوعات اللي خاصة بالعيد تفاصيل العيد شكلها اختلف من فترة إلى فترة الأسباب اللي خلت الأسرة زالتها ما تهتم بإنه بتعد علينا عشرة أيام بلا شك ما ما بنا سفيد منها وما استغلال استغلال الأمثل ده هدف مين مزيد من الحب عشان عشان ندرك هذه الأيام يعني إحنا فيها أيام لابد أن نعرف قيمتها ونشأ الأطفال عشان بداك يحسوا العيد ويفرحوا بالعيد أكتر عيد الميلات زي ما ذكرناك وصحيح العيد لأنه بيجي بعد عبادة يعني شوف رمضان الناس صايمين بيجيك العيد الناس يفرحوا يعني الصائم فرحتان حين فطره هذا اليوم يفرح خلاص رمضان وعبادة وفرحان بالطاعة طيب لما يجي عيد الأطحى برضو في عبادة في الحج الحج عبادة عظيمة ويوم الحج الأكبر هو يوم العيد عرفتها كيف طيب إنسان ما مش الحج لازم نفهم الناس أنه هناك يعني إذا حبس الإنسان لمرض لعدم استطاعة لأنه ما اسمه ما طلع هل هناك أعمال ممكن يقوم بها ينال أجر الحج نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلع الشمس فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة 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 النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد قال من تطهر في بيته وخرج إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة كتب الله له أجر حج حاج تامة حجته وإن كان الحديث فيها نظر لكن مجموعة حديث فيما يتعلق بفضائل الأعمال أعمال يقوم به الإنسان يوميا والإنسان يحرص على هذه الأعمال لما تنقضي هذه العشر ويدخل العيد سيفرح إنه العشرة التي فيها أجور أنا الحمد لله ما قصرت ما قصرت فيها الحمد لله اشتهدت من بعض الأعمال الصالحة أخواننا لبعض الناس ما يركزوا فيها الترك الترك هو عمل صالح أن يترك الإنسان المعاصي أن يترك الإنسان ما اعتاد عليه من شيء من المعاصي الإنسان عنده إذمان على المشاشات إذمان على الموبايل يعني يصرف عن عبادات وطاعات يعزم في هذه الأيام أنه ما ينظر إلى حرام ولا يتكلم بحرام ولا يسمع حرام لازم يسمع لغني ما يسمع هذا الترك عمل صالح واستدل العلماء الذين قالوا بهذا بقول سبحانه وتعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء فإن الجنة هي الماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة إذن هذا الترك يؤجر عليه الإنسان ترك الحرام نفسه طاقة إن ينظر قال لا ما بعي الليل العشر الأواخر استغفر الله داير يقول كلمة داير يغتاب داير يقول له نقطة ما كويسة قبيلة فلان شايقية وما عارف يسكت يسكت في ناس النقطة دي لو ما قاله بيجيو صدع إدمان بالمناسبة الكلام ويضحك عن إدمان لو مسك نفسه ولله سبحانه وتعالى عمل صالح وقد يكون هذا أفضل من أن يفعل الإنسان والطاعة حسن البصري يقول طلب التوبة أصعب من ترك المعصية أو ترك المعصية أيسر من طلب التوبة إنت تركت المعصية مضموم لكن إنت طلبت التوبة هل تضمن أن الله يقبل فتترك ما ترك ما بيكلف حاجة أترك خلي اشتهي أنت تراقب الله والله يراقبك وتعمل هذا لله ستشعر بإيمان ستشعر بقيمة لنفسك أنت هم درجات عند الله ستشعر بأنك عندك رغبة كبيرة جدا بعد ذلك أن تتوسع في الأعمال الصالحة لذلك لما أنت تكون بالطريقة دي أو الأسرة تكون بالطريقة دي لما يجي العيد لا تكون في معاصى في العيد لأن الحسنة تهدي لأختها والهداية من الله سبحانه وتعالى لسنكون قريب من الله سبحانه وتعالى يجي العيد جماعة طالعين طلعة رابع يوم وعملوا الشيرين وماشين عارفين ماشين بعملوا شنو في الرحلة ما ماشي ما ماشي الناس فلانا الليلة زواج بتخالوا بتعموا زواج أخوه جايبين الفنان ما ماشي ما أقول أضيع على أيام دي كلها لذلك فلذلك هكذا إذا ربت الأسر أبنائها على هذا سيكون هناك رباط بالله سيستمتعوا بطاعة ويلقوا نفسهم كانوا مضيعين وقتهم أصلا مع صدي ما فيه متعة ما فيه متعة وبعدين معرضة للنقصان ومعرضة لله يعني زول مجهز كوالبنطلون والقميص وجهز حاله استعملت حلق وسرح وماشي الحفلة الكهرباء قطعة ما مضمونة صح لكن اللذة بالطاعة مضمونة لو الكهرباء قطعت ولا قاعد يا السلام كلام جميل كلام جميل الله يديك العافي شيخ أحمد عبد المنعيم نحن سعيدين جدا بإثباتك الله يبارك خلينا نرجع لنقطة التربية ومالتربية ليه بعض الأباء ما بيغلسوا في أبناؤهم اللي هو مثلا الأيام العظيمة أو مثلا العشر الأواخري يوم عاشوراء وإلى آخرين دائما إحنا كشاب بنحاول نعمل أي حاجة دائما في اللحظة الأخيرة يعني مثلا عشر أيام دي مفروض تكون عبارة عن طاعات بنسمع بأسر ملتزمة ذكرت الآن بتحفز أولاد بتهيئ أولاد مدري لكن بعض الناس الآن بنشغلوا بينهم يدهلوا البيت بيهياد يغيروا أساس البيت يعني بيكونوا ينشغلين بالعيد تماما بيغضوا النظر عن الأيام المباركة ليه بعض الأباء ما بيغلسوا الحاية دي في أولاد منهم صغر ما هي طبعا الثقافة يعني أنا ذكرت لك نموذج لو كان في مناسبة الزواج الناس ما بها يؤلاء مدري طبعا هيوة هذه الثقافة وعادة تعودها الناس لذلك لا بد من نشر هذه الثقافة يعني لا بد أن يعرف الناس أن هناك مواسم أيضا ينبغي أن يهتموا بها من بدلي مبكرة بعدين قضية العولمة وانفتاح العالم وكثرة وسائل الاتصال ووسائل الإعلامية غيرت كثير من ملامح المجتمعات الإسلامية فأصبح الناس الإيقاع الحياة سريع حتى الزواج كانوا بعدوا لزمان يعني أنت ما تكون حاضر أبو أحبوبتك قالت لك الكلام دي أنه زمان العريس كان 40 يوم أبصلي 40 يوم بعد الزواج ده ما عريس ومرفوع عنه القدم دي كانت عادة الآن بقت ما موجودة إيقاع الحياة بقى سريع الآن أي حاجة لازم تنتهي سريع الناس دارين إرتاعهم لأن الحياة ما فيها مسافات زمان الناس مزارعين في القرى الزلحة عندها موسم بعد ما حصدوا بعد ثاني عنده شنو وانتظر الموسم تلقاهم قاعدين جنب الدكاكين وتحت الشجرة داري اللي هو موضوع لما نجي الزواج يقعدوا فيها 40 يوم لو واحد مات بيفترح وواحدين بيفترح مات خلاص معنا فراش 15 يوم دح يأكل ويشرب ويتونس مجاني مجانا وبعدين إحنا عندنا هنا ما عليش عندنا ثقافة الونسة يعني برد يمكن ما تلقى الزلحة طلع برد كثير يقول لي خشم خشمين يقعدوا ثلاثة ساعات يعني حقيقة تلقى الناس بيحبوا الونسة في الجامع إذا انت صليت قبل ما تسبحك جنبك يستعد الكذا لتونس قبل ما تقول لازكارك ما رقين في الباب أنا بقول لك لما انظهرك يوجعك تلقى ما فيه مدثونس في باب الجامع أكتر من وقت الصلاة لا والله لما انظهرك يوجعك تهاول تتخارج من الموضوع ده بيبقى صعب لأنه الناس يقول لك يا أخي الترمادة إلى الناس انت زاهد زائد من الناس فالونسة الكثيرة أحيانا بتطلع كلام يحسب على الإنسان على أيام الفاضلة دي هل خاصة بالناس هم ملتزمة بس؟ ولا كل الناس لأنه أنا الحكاية دي كان سمعتها قبل فترة من أسرة بيقول إنه والله نحنا أخي ما ملتزمين ونحنا أعمل حاجة دي يعني دي الناس فلان هم بيعمل حاجة دي كل ملتزم دي يعته أنا والله عندي بعض الناس بشوفهم ملتزمين لكن الناس بيوصفوه ما ملتزمين مثلا عنده أخلاق مثلا مؤدب مثلا بيصلي صلواته الخمسة أنا فتا كيف؟ ده ما ملتزم يا أخوان ها؟ يعني بيت محتشمة ما بتختلط بالأولاد جالسة في بيتها تمشي جامعتها وكذا تجي دي ما ملتزمة الملتزم دي اللي ينتمي لجماعة واللي التقاصد ملتزم دي اللي ينتمي لجماعة لا يا أخي ياخي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى إحنا لذات من المفاهيم قد نحن نتهم إنا قضية الالتزام يا أخواننا هو الإنسان يطلب العلم الشرعي يعرف حكم الله سبحانه وتعالى يلتزم به هذا هو الالتزام إنسان جاهل بحكم الله سبحانه وتعالى هذا ما بيسمى ملتزم إنسان بيتعامل بيتصرب وتصرب وتخالف حكم الله سبحانه وتعالى ده ما بيسمى ملتزم يعني يعتاد المسجد يطلب علم عند الشيخ معين يطبك هذا العلم هذا ملتزم هذا صحيح لكن ما ينفي ان شخص اخر قد يكون عنده معلومات كثيرة لكن ما يتصدر المجالس ما يتبنى قال الله قال رسول يخاف يخاف انه يقول الحديثة العلق ما يتكلم لكن اذا جسأ السؤال وانت جاوبت ممكن يناقشك من نقاش هادئ بينه وبينك تشعر بينه عنده معلومات لذلك يا اخي ها علاقة مع الله سبحانه وتعالى تتميز بالالتزام بالضوابط الشرعية الانسان ما يتعد على حق الاخرين الانسان يقوم بالتزامات وواجباته هذا الانسان اذا وجد هذا الانسان ملتزم اذا حتى ما ظهرت عليه بعض علامات الالتزام هذا الانسان ملتزم فهذا المسألة دي اخوانا الدين لا حكر على ذول وهي الانسان ممكن يعبد الله بعدين تلقى الناس الكبار في ناس كبار تلقى ملتزمين بعبادات ما في زول يقدر عليها يعني صلاتهم بالليل قراءتهم للقرآن صلاتهم للارحام اهتمامهم بالتربية يعني دي مسائل ما تجدها في بعض الناس عندهم اخلاق قد تكون عادة يعني شهامة تلقى الانسان شهم ما يشوف لي حاجة بقدر يعملها يقيف ولي يقولك انا مالي ماله ولا بوسخ يضوني تلقي يخش في اي حاجة واشتغل يزول شهم هذي اخلاق الاسلام اذا جمع ماها الصلاة وسيام رمضان وحسن الحديث والادب غير زول مقتزم طيب ابدأ من حيث انتهى عبد الرحمن بتكلم عن انه مثلا الناس بتهتمى بأشياء كثيرة جدا اهتمامنا بالمباني قبل المعاني اللي مفروض نيعيشها في حياتنا اه ان شغال به يهمل اهمل الاطفال الخروف شخص ما مستطيع اشايلهم في الايام دي ونحنا منقول من خلال مزيد من الحب انه مفروض نحنا نهتم بما تبقى من الايام يعني حان نفصل ونقيف معي ومعرفة كمان كمحور خاص لكن اليسئية بتاعت اللي منلم يستطيع الوضحية تقول له شون هي الشغل اين دعاني طبعا سنة مؤكدة وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين قال هذا عن محمد وآل بيته وهذا عن امته وانسان ما يدخل اخواننا في ديون ويدخل في قضايا كثيرة وليست نيته التقرب الى الله سبحانه وتعالى طبعا اخواننا العبادة والتقرب الى الله وانسان اذا دفع اليها ثم استدان جايز جايز والله سبحانه وتعالى يأجره لاهتمامه بتعظيم هذه الشعيرة اما اذا كان ضغوطات مجتمعية انسان ما يستدين ما يستدين لانه المسهد دي ستدخل الانسان في المشاكل خاصة احنا ببداية عام دراسي رسوم مدارس وملتزمات مدرسة في بعض الناس مستأجر يعني لو يجار ظروف الحياة كل يوم الاسعار زائدة فالالتزام بالاطحية مشكلة فانسان يحتسب اجره عند الله سبحانه وتعالى وانما الاعمال بالنيات اذا نوى وما استطاع الله سبحانه وتعالى يكتب له الاجر اذا اشترى هذه الاطحية فحقيقة ينبغي ان لا يتباهى بها وان يجاهد نفسه في ان هذه الاطحية تكون لله يعني الله سبحانه وتعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وان الدمى كما قال عليه الصلاة والسلام ليقع عند الله بموقع قبل ان يقع في الارض يعني شعيرا مرتبطة بهذا اليوم بعد ان اسعار يعني ينبغي حقيقة ان الناس يعني يخفضوا الاسعار يعني الرسال صاحب البهاين في هذا الموسم يبيع كثير فيعني رسالة جاي اصحاب البهايم وكذا انه نس تقال لي اسعار واحد يعني سأل قال للخربة كم قلب خمسة الف وخمسمية قال لي داي اسمه ولا سعره طيب كيف يدعامل مع الابناء يعني ضغوط الموجودة في الاسرة طلبات الزوجة والابناء هم برضو بيرحه الجران كمان جابوا خروفهم نحن للسفاج ابنا كيف يدعامل معهم داخل البيت في الاسرة والله يشوف اذا كان عندهم فرح بالطاعة يغنيهم عن فرح باي شيء اخر يعني كما القصة المؤثرة لعمر ابن عبد العزيز انه الاطفال لما دخلوا يعني يعيدوا عليه وكان من بينهم ابنه وكانت هدهمه رفة ما استطاع ان يشتري له ملابس للعيد لفقره وهو امير المؤمنين فلما رأى الولد اباه يبكي فقال ما يبكيك يا ابتي قال ما انت عليه يا ابني يعني ما استطعت ان اميزك بنت فقال يا ابي ليس الفرح بالعيد ولكن الفرح العبارة ايش نهي لمن خاف يوم الوعيد يعني عبارة نحوها فهذا الطفل ربي على الارتباط بالاخرة لذلك لما مات عمر ابن عبد العزيز كان اخر آية قرأها تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادها والعاقبة للمتقين فهي المعول على التربية واحد يقول لك يا اخي ديل ما حفهموا ليه كلام زي يعني المرة اعتقلت له القرآن كله تقول لك بس ديل خروف طيب وكلام ذا صحيح لانه انت متعاين للعيد انت دال التلبي وتغرس هذا القيم العيد ذا كنصله عاين للعيد الضحية الجاي انت من هنا للعيد الضحية الجاي رتب امورك ايوه في حيث ما البعد الزمني والبعد الزمني في القرآن موجود يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى ما قال ونريد ان نمنى على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارفين ارادة الله ان يتحول هذا المجتمع وان هؤلاء المستضعفين يكونهم الائمة طيب ما هي الخطوة التي بعدها قال فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه التغيير حيأتي ان هذا الطفل الصغير الرضيع بعد اربعين سنة وبعد اربعين سنة فيه يعني المشوار بتاع دعوة ويمشي ويدعو كده سنين حي تكون بعد ذاك يأتي التغيير بعد ما يغرق فرعان شوف دي قبلكم شوف النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة في بعض الناس ما تغيروا او اكثرهم تركها باصنامها وخرج وهكذا يعني الناس لازم يفهموا من تغيير الكلام مسمح يقول لك انا من هسا مشا كلمها هي ما هي تكون مهيئة زيك هي بيكون في رأس الخروف ما بيطلع الخروف الخروف شوفت كيف فالانسان يا اخوانا المسألة بتحتاج من الناس لجهد الى بعد زمني الى اسلوب الى طريقة تعامل ما بيجنهر ولا بالعصى والله ما اجيبه ما عاج بكمش بتهاج لا دماء تربية وهذا ليس اصلاحا اصلاح دايل اخلاق دايل اسلوب دايل المعاملة حسنة وهكذا قبل ما نمشي اليوم الخروفة اللي هو يمكن يكون او اكيد يوم الجمع الجائن ان شاء الله تعالى اليوم القبله بفضل عجلنا تعرف على بعض افضل يوم عرفة والله سريعا انا اقول لك يعني ذكر هذه ابن القيم رحمه الله قال يوم عرفة هو يوم بين يدي يوم النحر كأنما يعني مادة كلامين كأنما جعل الله صحى يوم عرفة تهيئة ليوم النحر وقال يوم عرفة ابن القيم فيه يتبتل المحرم او الحاج الى الله يتوب الى الله يدعو الله فتتنزل المغفرة في هذا اليوم والدعاء دعاء عرفة وتقول عائشة رضي الله عنها ما يرى الله سبحانه وتعالى اكثر عتيقا لعبيده في هذا اليوم كما قال والمهاج يعني الناس في الامصار يصومون هذا اليوم يقول عليه الصلاة والسلام احتسبوا عند الله ان يكفر سنة ماضية وسنة آدي فابن القيم يقول هذا يوم بين يدي ومعرفة يعني حتى يستقبل الناس العيد من غير زنوب في هذا اليوم الصام والذي وقف بعرفة والذي قلبه مع الحجاج يأخذ اجر الحجاج يعني دنيا اخواننا من هسة انسان يعقيده انه يتمنى ان يكون في عرفة ينوي ان يمشي عرفة ما تقول لي اخر طيارة كانتهم بارح ولا البواخر وقفت لا انت انوي انوي جاد الشيطان انوي جاد اذا نويت هذه النية النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك قال اقوام بالمدينة ما سرتم مسير ولا قطعتم وادية الا كانوا معكم شاركوكم الاجر انما الاعمال من نيا فهذا العمل في يوم عرفة يوم عمل مبارك هذا اليوم يعني هو عطلة الناس يتفرغوا فيه ما في مانع اخواننا سنجعل جزء من وقته ان ينظر الى الحجاج في عرفة الان الشاشات متوفرة ان ينظر الى الحجاج ويتأمل في هذا الموقف وهو يكبر وهو يلبي في بيته ثم بعد ذلك يدعو خاصة قريب المغرب سام صايم في هذا اليوم ويوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ودعاء عرفة ويوم يغفر الله سبحانه وتعالى فيه لكل العبيب فاشرك نفسك مع هؤلاء الحجاج بان تجد خصص الساعة الاخيرة للدعاء والذكر وكذا اذا خرجت من هذا اليوم بمغفرة الزنوب ستستقبل يوم العيد الذي قال عنه ابن القيم قال فأذن لهم بعد ذلك بزيارته فهو يوم الزيارة والوفادة يفيد الناس الى البيت ويطوفوا ويحلقوا ويقصروا وينحروا هياهم الى الناس اطبحوا الاضاحي فهذا اليوم يوم عرفة يوم تهيئة ليوم العيد يا سلام أنا خلاصة الكلام حلقت بينا كده يذكرنا يا سلام لابد من وصية كمان الام الامهات في البيوت والاخوات في البيوت من شهره بتفاصيل البيت والتكيزات والترتيبات ويقودوا بعد ذلك تخطيط لانه يغيروا شنو في البيت شنو محتاج اضافة مع انشغالوا محتاج الى وصية كمان هذا من تعظيم الشعير في المتاح الذي ليس فيه اسراف تهيئة البيت دهان البيت يعني تعظيم انا في نفسي ان هذا تعظيم الناس يتهيئوا لهذا اليوم لانه هذا اليوم عيد مسلمين هذه عبادة فلما يهيئوا الناس ويلبسوا النظيف ويلبسوا الجيد هذه السنة فيحتسب الناس الاجر يعني اليوم عرفة الناس صايمين اكتر زرح يكون تعبان الام والبنات في البيت ويمكن الاولاد حين اضفوا كده مع احتسابهم الاجر سيكون هذا ايضا من الاعمال الصالحة بهذه العشر ويحتسب اجرهم عند الله سبحانه وتعالى بعد ذلك خلنا ما يكون في تنافر بين الاولاد دي نضفت انا ما نضف دي ليه نائمة انا اقوم وليه نضف ويديك ليه نائمة وانا يحصل هذا النقاش حق الناس يقسموا من بدري ويجعلوا حوافز للنزولة المشتغل وكده وبرد فهمهم اخوانا دي عبادة اخوانا بر الوالدين بالنسبة للاولاد من اعظم العبادات الان نرد يعني اوف هذه تقال كثير جدا رفع الصوت على الام خاصة الام هذه كثير في الاولاد والاولاد يعني بيقى بيقى هذه طبيعتهم الشدة والحدة وان كانوا صغارا لكن لابد ان يربوا على هذه المسألة فالانسان يقتنم هذه الايام المرأة في البيت ايضا حقيقة عندها دور كبير جدا في اعانة زوجها على صيام هذا اليوم على تلاوة القرآن يعني على تذاكر بعض الاحاديث بعض الايات في هذا ان يكون هناك حديث عن هذا اليوم من الييلة حديث عن اليوم برنامجنا في عرفش انا حمشة سنة السكاكين وحمشة جبل خروف وحتفق مع الزولة الحضة ودعم الخارج انتوا هنا حجة حزولي الفحم دارين شيد جمر وكده اخوانا ده كله داخل في تعظيم هذه الشعير فالناس ما يجعلوها عادة وما كذلك ما يكون في ضجر وما كذلك اذا الزول ما عنده اشترى اليوم لحمة وكده يحتسبوا اجرهم عند الله يعني الله سبحانه وتعالى ما ينظر الى اللحم والدم والخروف والجلد انما ينال التقوى منكم كما قال لكنه ما واجب واجب انه نحن نشتري على بعض صهم الناس انه نحن لازم نشتري خروف عشان الناس ما تضحك فينا او تقول لي اخو والله فلان فلان ما عنده قروش وتبقى لاني من نسبة لي محرجة سوان كان لي انا او معلي الجيران فانا لازم حتى لو يستدين لازم اعمل كلام ده والله يا اخو الانسان يوازم في هذه المسألة جبرى الخواطر احيانا يعني يكون فيه اجر عظيم اذا كان انسان يستطيع ان يستدين وانسان الذي يريد الاداء يؤدي الله عنهم سبحانه وتعالى وخاصة انها يعني افضل عمل في هذا اليوم انسان اذا يجبر بخاطر اولاد وكذا بس ما يقول الناس الناس ومعنى هذه الثقافة المفروض تحارب يعني حكاية الناس فاذا يفواحد يعني في بعض الدراما لما مشترى خروف كذا مشى شال المسجل سجل صوت الخروف وجاء الليل كله مشغل المسجل باع باع عشان يقولوا عنده خروف يعني في النهاية قام الناس جوشان يأكلهم قال يقول لحم فمرضه تحرج في النهاية لذا كان زون ما يعاين للناس الناس يعني احيانا ما تنتبه انك انت ضبحت او ان لا ما ضبحت إلا كان في القرى ولا الاحياء المفتوحة على بعض الناس بيجوا وشمشوا اها جبتوا الخروف ابوكم جاب ليكم الخروف شفت الحاجات الزيدي هي بتخلي الناس يعني يحرجوا ولذلك رسالة لكل الاسر لكل الناس اخوانا ما ما تنظروا لبعض ما تتذبع عورات المسلمين ما تتجسسوا خاصة النساء وبعدين يلوكوا اسمها في الحلة والله يجي ما جابوا لها خروف هذا يجي لا تظنوا تعبان ما جاب لها حاجة وهذه ايضا ثقافة تغير في المجتمع لان قضية ما قضية التباهي ولا بوبار زي ما بقوله السلانين يا شعيرة وعبادة واحتاجين نغير فهمنا تجاه الاشياء الموجودة كعادات ونحاول بعد ذلك العبادات عشان تكون كده رسالة ختامية في هذه الفقرة ونأكد عليها انه نتحويل قناعاتنا العادات اللي درجت يعني انه مشتر الخروف كعادة نتعامل مع الاشياء كعادات ما منحس قيمتها كده وانه اللي قلتها مفروضة الانسان يستحب معه في يعني شراء للخروف وفي تفاصيل الأيام اللي بي نعيشها في الحياة اللي بيعمل في البيت التفاصيل البسيطة اللي بتكون من خلال عملنا الآن الأسر كلهم تبعان الآن وبيكونوا جهزوا ورتبوا لكننا ترتيب محتاجين نحولوا من العادة للعبادة والله سبحانه وتعالى قال قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالم الناس يحتاج فيهم مفهوم العبادة لذا فهم الانسان مفهوم العبادة حقيقة سيحول كثير من العادات الى عبادات لماذا لانه بيشعر بينه مقصر كثير من الناس مقصر في طلب العلم كثير من الناس مقصر في اقتلاوة القرآن وفاهمة القرآن وتدبر القرآن كثير من الناس مقصر حتى في النوافل من زحمة الحياة وكذا طيب بماذا تعوض ماذا تعوض التقصير هناك ناس سبقوك في ناس يختم في هذه العشر وهم مشغولين في ناس في هذه العشر يصوموا التسعة انت ما صنت ولا يوم في ناس في هذه العشر وصلوا كل ارحامه انت تلافوا ما دربته هم مشغولين يعني هو يتقرب الى الله في هذه الايام المباركة انت تشعر بانك ناقص شيء طيب بماذا تتممه تعرف تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا كل ميسر لما خلق لهم في بعض الناس ينال درجات عالية بحسن دعاول مع الناس اجعلها لله يا اخي اجعلها احتسبها احتسبها لله سبحانه وتعالى انا اقول انه الانسان اذا فهم ما معنى العبادة هنا ستتيسر له بعد ذلك ان يجعل كل شيء لله سبحانه وتعالى بهذا المفهوم ما حييتحرج فانه اذا شيء ربنا سبحانه وتعالى ما يسره له هذا الناس يقول لك يا اخي والله نحن ضيعنا زمننا انت ما شاء الله وله السوار حفظت القرآن وبقيت علمه نحن ضيعنا زمننا في الكشتين بنسمع كثير من الناس كبار انت زمنك لسه موجود انت ممكن في خمسة سنة ثلاثة سنة تعمل اعمال ما فعلها انسان عمره كله بس ابحث عن ما الذي يسره الله لك في حاجات يا اخوان عند الناس بعض الناس عند الناس التاني ما موجودة فانت اجتهد في ما يسره الله لك ما جعل لك فيه موهبة ثم اجعله لله وهذه تحتاج مقاومة وتحتاج مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سؤولنا فضيلة الشيخ احمد عبد المنعم ومزيدا من الحب شكرا جميلا على على هذه الكلام الجميل على المحاور على طريقة الادان ممكن ان احنا دخلنا في جو يعني باعتمال انت الان من ربينا وابونا في مزيدا من الحب وصراحة ربنا اديك الصحة والعافية وطول في عمرك ان شاء الله